إزاي ما بنشوف هذه الصور حضور زعماء ثلاثة الرئيس المصري، الرئيس الصومالي، الرئيس الإيرتري حابين نضع المشاهد في الصورة ونبسط حتى للسادة المشاهدين الأهمية السياسية أو ما يطلق عليه الجيوسياسية للقرن الإفريقي هي نقطة مهمة جدا وامتداد للأمن القوم المصري صلب الأمن القوم المصري بيبدأ من هذه المنطقة القرن الإفريقي تحديدا نوضح للسادة المشاهدين أهمية هذه المنطقة وأهمية أن يكون هناك حضور مصري واتفاقات وعين ونظرة على المصالح المصرية هناك بالطبع أولا نزيل منطقة استراتيجية مهمة جدا أولا طبعا هي من ناحية الاستراتيجية وجيوسياسية مدخل البحر الأحمر وتطول على أهم مرات الملاحة العالمية وهو الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس من ناحية جيوسياسية هناك توطرات في هذه المنطقة هناك تزايد تهديدات، تصاعد التنظيمات الإرهابية من ناحية تصاعد السلوك المزعز على الاستقرار من قبل بعض الدول مثل أثيوبيا وتدخلات في شؤون الدول الأخرى هذه المناخ بيؤثر سلبا بالطبع على الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤثر أيضا على الأمن القومي المصر مصر أولت أهمية كبيرة لأنه عندما ننظر للتاريخ دائما هذه المنطقة حتى الصومالي امتداد للأمن القومي المصر وكان هناك دائما يجزء من الأمن المباشر لمصر ولذلك هناك تواجد مصر ببساطة مصر تقوي علاقاتها مع هذه الدول وفق منظور سياسي ومنظور اقتصادي ومنظور ثقافي واجتماعي منظور سياسي تعزيز فكرة الدولة الوطنية في هذه الدول يعني مثلا مع الصومال على سبيل المثال الصومال وجه تحديات كثيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود يعني هناك تساعد خطر للتنظيمات الإرهابية مثل حركة شابير المجهدين هناك حركات انفصالية مصر تدخل منظور مساعدة الدولة الصومالية على تحقيق وحدتها وسيادتها والحفاظ الوحدة وسيادت هذه الدولة وتقوية مؤسستها الوطنية بالطبع خاصة الجيش الصومالي ليكون المساعدة موحدة تحافظ على الأراضي الصومالية ولذلك كان أحد مخرجات القمة السلسية التي انعقدت بين الرئيس السياسي والرئيس السياسي والرئيس حسن الشيخ محمود وتأكيد على وحدة وسيادت الدولة في هذه المنطقة ورابط كل أشكال الدخولات الخارجية هذه النقطة المنظور التنموي بمعنى أن مصر تقدم فكرة المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة يعني مصر تقدم هناك مشروعات مصرية كبيرة مشروعات تنوية مشروعات تجارية لأن استقرار هذه الدول سياسيا واستقرارها أمنيا واستقرارها اقتصاديا واصدارها هو في مصلحة الأمن القوم المصر وفي مصلحة هذه الدول وبالتالي هنا المنظور المصري يدخل منظور شامل ليس فقط من زاوية واحد باب التنمية أولا هناك علاقات أساس يمكن بناء عليف هذه العلاقات يعني رصيد تاريخي مصر كانت متوجدة في الستينات وفترات مختلفة دعمت استقرار هذه الدول دعمت سياداتها دعمت حركات التحرر الوطني هناك تقدير كبير لجاء لمصر سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي هذا الرصيد كبير حقيقة يتم توظيفه خاصة في أهد الرئيس السيسي في العشر سنوات الماضية وشارة العلاقات طفرة كبيرة وهذا بيؤكد فكرة أن مصر عندما تدخل الدول الأخرى تدخل منظور زعزعة الاستقرار دعم التنظيمات الميليشيات مصر تدخل من منظور دعم الشعوب دعم الدولة الوطنية وهذا بيعكس حقيقة الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الرئيس السيسي حتى عندما نلاحظ من لحية الصور والشك كان الرئيس السيسي في المنتصف ما بين الرئيسي ماذا بيعكس هذا؟ بيعكس التقدير الكبير لمركزية ومحوريته تدور المصر أن مصر دائما هي مثل القلب الصلب مصر في السياسة الخارجية في ظل عالم يعيش على اضطرابات نشهد الآن في الشرق الأوسط في العالم هناك دول تزعز على استقرار تصاعد مفهوم الميليشيوية مصر تقدم النموذج المعتدل في العلاقات الدولية باعتبار أن في التعاون الكل و الكل رابح في الصراع الكل خاص ولذلك المنظور المصري يحظى باهتمام ويحظى بتقدير كبير هذا ما لحظنا فيه الزيارة وفي الاستقبال الشعب الكبير للرئيس سيسي ترجمة نانسي قنقر